بسم الله الرحمن الرحيم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد إخوة الإسلام في كل مكان من رحاب بيت الله الحرام تنطلق هذه الدورة العلمية الثالثة عن بعد بالمسجد الحرام لعام 42 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ضمن برامج إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام يهوضا بواجب الرسالة ونشر الهداية التي تناط بهذا البيت الحرام وكل إداراته المعنية بعناية بالعلم الشرعي وبثه وإرشاد المسلمين أيها الإخوة الكرام المسجد الحرام فضائل وأحكام هو عنوان لقائنا المنقسم على مجلسين هذا المجلس الأول ليومنا هذا الثلاثاء الثامن والعشرين من شهر جماد الأولى سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة وألف من الهجرة وثاني المجلسين يكون مغرب الغد بعون الله تعالى يوم الأربعاء المسجد الحرام قبلة المسلمين وما هو أفئدتهم وأول بيت وضع للناس كما أراد الله عز وجل أن يكون مباركاً وهدى للعالمين المسجد الحرام حيث تتوق إليه أنفس المسلمين وتهتز له شوقاً أرواح المسلمين وتهتز طرباً وهي تأتي تحث الخطى يحدوها الشوق والحنين إلى رحاب البيت العتيق وهذا البلد الأمين لأنه ما من مسلم إخوة الإسلام ينفك عن اتصاله بهذا البيت الحرام والمسجد الحرام بوجه من الوجوه التوجه إليها قبلة فالصلاة والانضمام إليها مع صفوف المصلين وهذا الشوق الذي يحملهم على القصد إلى بيت الهاه الحرام عمرة وحج بين الحين والحين لأنه ما من نفس مسلمة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنفك عن الاتصال بهذا المسجد الحرام والبيت العتيق والقبلة المعظمة كان هذا المجلس منعقد لبيان ما في هذا المسجد الحرام من الفضائل والأحكام فإذا ما أكرم الله عبدا وأمة من عباده وإمائه فقدموا إلى هذا البيت الحرام ملبين معتمرين وحجاجا وزائرين فإنه سيكون بين أيديهم من العلم بما يتعلق بهذا المسجد الحرام من فضائله وأحكامه ما يعينهم على القيام به كما ينبغي ولأن المسجد الحرام مسجد عظيم جعل الله تعالى فيه من الآيات البينات ما كان مناطا للهداية للعالمين كان حقا على كل مسلم ومسلمة أن يلم بمال هذا المسجد الحرام من المعالم والآيات البينات والفضائل والأحكام أمة الإسلام المسجد الحرام بيت الله الذي أراده قبلة لعباده في الأرض بيت الله الذي جعله قياما للناس بيت الله الذي أراد أن يكون معظما باقية للدنيا ببقائه حتى تزول يوم القيامة بيت الله الحرام المسجد الذي تتعلق به الأنفس وتشتاق له الأرواح في هذا الحديث في مجلسي الليلة والغد بعون الله تعالى سنتناول كل ما يتعلق بهذه البقعة في المسجد الحرام وآياته البينات سيكون الحديث عن المسجد الحرام من حيث هو وعن الكعبة هذا البناء العظيم أعظم بيت وأقدسه وأبركه على وجه الأرض وما يتصل بهذه البقعة المباركة من الحجر الأسودي والركن اليماني والملتزم والحطيم ومقام إبراهيم وزمزم والصفى والمروى كل ذلك نستند فيه إلى جملة من نصوص الشريعة التي جاءت ببيان فضائل هذه البقاع المباركة وهذه الأماكن المعظمة في رحاب المسجد الحرام وفي ثناياها من الفضائل ما شهدت به النصوص وتعلقت به أقوال السلف وعباراتهم في المأثور ويتصل بذلك جملة من الأحكام سواء تعلقت بالنسك للقادم حجا وعمرة أو لكل داخل لهذا البيت الحرام صلاة واعتكافا وطوافا وركوعا وسجودا بين يدي هذا الحديث عن أحكام المسجد الحرام ومعالمه وآياته البينات ها هنا حديث في مجلس الليلة سيكون افتتاحا لهذا المسجد الحرام وصلته بهذه البلدة المباركة البلد الأمين مكة المكرمة وقصة بناء الكعبة الذي من أجله عظمت هذه البقعة وشرفت على كل بقاع الدنيا ونالت من الخير والبركة ما لم تبلغه بقعة على وجه الأرض قط ومن أجل ذلك أيضا سيكون الحديث عن حد المسجد الحرام والمراد به وكيف يتبين للمسلم مواقع هذه البقعة المباركة وحدودها لأجل العناية بما يتصل بها من الأحكام مجلسان سيتناولان بعون الله تعالى هذه القضايا المتعلقة بالمسجد الحرام وآياته البينات وفضائله وأحكامه ولتكن البداية إخوة الكرام في بيان المراد بالمسجد الحرام اعلموا وفقني الله وإياكم أن اسم المسجد الحرام قد جاء في كتاب الله الكريم في خمسة عشر موضعا من كتاب الله وقد اختلف العلماء من المفسرين والفقهاء سلفا وخلفا في المراد بالمسجد الحرام في الآيات التي وردت في كتاب الله الكريم وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أهل العلم تعددت أقوالهم في المراد بالمسجد الحرام على ثلاثة أقوال قال رحمة الله عليه المسجد الحرام يراد به في كتاب الله ثلاثة أشياء نفس البيت والمسجد الذي حوله والحرم كله ومقصده رحمة الله عليه أن المراد بالمسجد الحرام في الآيات القرآنية التي جاءت في سور متعددة كمثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وكمثل قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا وكمثل قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وأمثال هذا من المواضع قال رحمه الله المسجد الحرام يراد به في كتاب الله ثلاثة أشياء نفس البيت يعني الكعبة فإنها تسمى المسجد الحرام قال والمسجد الذي حوله أي المسجد المحيط بالكعبة كهذا الذي نجلس فيه الآن ويلقى منه الدرس وتنبثق منه أنوار الهداية بالعلم الشرعي وأضواء الوحي في المسجد الذي يأمه الناس ويصلون فيه حول الكعبة فإننا ما زلنا نسميه إلى اليوم المسجد الحرام وأما الثالث قال الحرم كله يعني حدود الحرم الآت ذكرها بعد قليل فإنها كلها تسمى المسجد الحرام زاد بن القيم زاد النووي رحمه الله تعالى مرادا رابعا وهو مكة كلها والفرق بين القول الثالث والرابع أن القول الرابع الذي يراد به مكة أعم من أن يكون داخل حد الحرم أو خارجه هذه أربعة أقوال وقد أوصلها المحب الطبري إلى سبعة أقوال لكنها لا تبعد كثيرا عن هذه الأربعة الأساس التي تدور حولها أقوال أهل العلم سلفا وخلفا منذ الصحابة فالتابعين فمن بعدهم إلى يوم الناس هذا إذن عندما نقول المسجد الحرام فضائله وأحكامه فإنما نعني به هنا في هذا اللقاء في مجلس الليلة ومجلس الغد بعون الله تعالى ثالث الأقوال وهو المراد بالمسجد المحيط بالكعبة هذا الذي نمكث فيه وفيه الكعبة والملتزم والمقام والصفى والمروة وزمزم وسائر الآيات البينات التي ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم وذكرها نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم هذا المراد بالمسجد الحرام في لقاءين الليلة والغد إن شاء الله تعالى المسجد الحرام بهذا المعنى يشمل المسجد المحيط بالكعبة لكنه مرتبط بشرف وجلالة البقعة التي عظمها الله وهي بيته العتيق فمنذ أن بنيت الكعبة شرفت مكة وعظمت وجاءت الأحكام المتصلة بها امتباعاً حدود الحرم أمة الإسلام التي تشملها الأحكام المتعلقة بتحريم الصيد وتحريم القتل وتحريم التقاط اللقطة وتحريم القتل فيها وبث الرعب والإلحاد وسائر المحرمات جاءت محددة بوحي الله جل جلاله في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مكة بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمه الناس فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة هذا النص النبوي الصحيح الذي دل على أزلية حرمة مكة وأبديتها أزليتها في القدم وأبديتها في المستقبل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها دلالة صريحة على أن التحريم هذا توقفي لا اجتهاد فيه للبشر ولا دخل فيه لأحد وبالتالي فحدت حدود الحرم من جهات مكة ونواحيها المختلفة بتوقيف من الشريعة التي بينت حدها من تلك الجهات ولأضرب لكم مثلا بحدودها المعاصرة اليوم في طرقها الحديثة من جهات أربعة أولا من طريق جدة السريع لقاصد مكة والخارج إلى مدينة جدة فإن حد الحرم يبتعد واحدا وعشرين كيلو مترا من جدار المسجد الحرام الغربي من باب الملك فهد وحتى العلم الجديد على الطريق الناحية الثانية من طريق الليف طريق اليمن الجديد يبعد حد الحرم عشرون كيلو مترا من جدار المسجد الحرام الجنوبي وحتى العلم الجديد الواضح على الطريق الثالث من طريق الطائف الهدى الجديد يبعد حد الحرم أربعة عشر كيلو مترا من جدار المسجد الحرام الجنوبي وحتى العلم الجديد عرض الطريق السريع طريق الطائف الهدى بالقرب من جامعة أم القرى الحد الرابع من طريق الطائف طريق السيل السريع يبعد حد الحرم ثلاثة عشر كيلو مترا و700 متر من جدار المسجد الحرام الشرقي وحتى العلم الجديد على طريق الطائف هناك بعض الاختلافات التي قد ترد في حساب المسافات على حسب الأجهزة المستخدمة وطريقة قياس الطريق فإنه يقاس بخط مستقيم لا بالطرق المسلوكة التي تمشي فيها أدوات ووسائل التواصل والأجدر العناية بمتابعة الحدود التي تضعها الجهات المختصة وتنصبها علامة فإنها دلالة على هذه الحدود التي هي عمارة وعلامة على حد الحرم التي كانت ولا زالت منذ أن بعث الله إبراهيم الخليل عليه السلام فجدد أنصاب الحرم يدله عليها جبريل عليه السلام ثم كان ذلك تباعا تتوارثه البشرية حتى كان وقتنا الحاضر المعاصر فعنيت بلاد المملكة العربية السعودية حرسها الله أيضا بتجديد معالم وحدود الحرم وتجديد معالمه وحدوده ووضع الأنصبة الدالة عليه في الطرقات من مختلف الجهات وكان هذا تجديدا وتحديدا لحد الحرم لبيان فضل حرم مكة التي فضلها الله تعالى على سائر البقاع ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في حكمة الله جل جلاله في تفضيل بعض الأمكنة على بعض قال ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها وهي البلد الحرام فإنه سبحانه وتعالى اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم وجعله مناسك لعباده وأوجب عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق هذا حد الحرم من جهاته أجمع والعناية به مطلب مهم كان ولا يزال أهل العلم في العناية به حريصين متواصين به مبينين لذلك كله رعاية لهذا الإرث الشرعي الكبير الذي عني به إبراهيم الخليل عليه السلام باني البيت الحرام بأمر الله جل جلاله بوحي من الله فإنه قد أتاه جبريل عليه السلام يريه حدود الحرم وإبراهيم عليه السلام يضع أنصاب الحرم ثم جددت كما أسلفت جددت أنصاب الحرم على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بعث عام الفتح أسدا الخزاعي فجدد أنصاب الحرم أخرج أبو نعيم كما ذكر الحافظ بن حجر في الإصابة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح أسدا الخزاعية فجدد أنصاب الحرم وكان إبراهيم عليه السلام وضعها يريه إياها جبريل وهكذا ظلت الأمة تتوارث ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى واعلم أن معرفة حدود الحرم من أهم ما ينبغي أن يعتنى به قال فإنه يتعلق به أحكام كثيرة هذه الأحكام التي لن نتطرق لها في مجلسنا الليلة ولا الغد لأننا لا نتعلق بأحكام الحرم كله بل بأحكام المسجد الحرام المسجد المحيط بالكعبة كما تقدم في صدر المجلس على وجه الخصوص لكنه لا نستغني عن الإشارة إلى جملة هذه الأحكام والفضائل التي عظمت بها هذه البلدة المحرمة مكة المكرمة وجعل لها من الخصائص والفضائل ما ليس لغيرها مكة فيها بيت الله الحرام وكفى والذي جعله تعالى قبلة للناس فإبراهيم عليه السلام إذ قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرمي ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون فرض الله على عباده أهل الإسلام القدوم إلى هذا البلد لأداء فريضة الحج الركن الخامس من أركان الإسلام ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين جعل الله تعالى قصد هذا البيت الحرام وهذا البلد الأمين مكفرا لما سلف من الذنوب والخطايا كما في الصحيحين من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه جعل الله هذا الحرم آمنا قال ومن دخله كان آمنا ولما أقسم سبحانه وتعالى بهذا البلد قال وهذا البلد الأمين فبلد أمين وآمن أمن فيه الإنسان والحيوان والنبات والجماد أمن الحيوان أن يصاد والإنسان أن يقتل والنبات أن يقطع واللقطة الجامدة من مال ومتاع ساقط أن تلتقط ضعف الرزق في هذا البلد الحرام استجابة لدعوة الخليل إبراهيم عليه السلام فارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وأيضا جعل لهذا البلد من الخصائص ما جعله الله تعالى أمارة وعلامة على بقاء الدنيا باقية إلى قيام الساعة جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس فبقيت الدنيا ما بقيت الكعبة وبقيت الحياة مستمرة طالما بقي بيت الله فإذا أذن الله لدنيانا هذه بالزوال والفناء أذن بمشيئته جل جلاله لبيته أن يهدم ويرفع نسأل الله العافية والسلامة لهذا البيت الحرام في بنائه القصة العظيمة التي لا يحسن بنا ونحن نتحدث عن هذا المقام الكريم لهذا البلد العظيم إلا أن نمر به وأن نقف عليه لكن هذا البلد الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وحرمه أنبياؤه وحيا من الله جل جلاله وجعله بيتا عظيما ومسجدا وقبلة كبيرة لأمة الإسلام وأقسم الله بها في كتابه الكريم قال وهذا البلد الأمين وقال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ودعوة الخليل إبراهيم عليه السلام لمكة وأهلها كل ذلك أمة الإسلام إنما كان فرعا عن هذه الكعبة المعظمة بيت الله التي بنيتها هنا بهذه البقعة فكانت أحب البلاد إلى الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة يعني وهو خارج منها ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما سكنت غيرك الحديث أخرجه الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه والحاكم وصححه أيضا وعن عبد الله بن عدي بن حمراء رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة وهي الرابية الصغيرة على طرف مكة موضعا كانت سوقا لأهل مكة ثم دخلت في المسجد الحرام وهذا أيضا يوم هجرته فقال إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت فانظروا كيف قال في هذه الرواية وأحب أرض الله إلى الله فأثبت حب الله عز وجل وتفضيل هذا البلد على غيره وقال في الحديث الآخر ما أطيبك من بلد وما أحبك إليه فأثبت حبه صلى الله عليه وسلم لهذا البلد فهذا بلد الأمة الإسلام أحبه ربنا وأحبه نبينا صلى الله عليه وسلم أفلا يجب علينا حبه بلى والله إنه لواجب أن نحب ما أحب الله وما أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أجل ذلك كان الحديث عن باعث هذه العظمة لهذه البقعة لهذه البلدة الأمينة الحرام وهي الكعبة المعظمة حتى صارت مأرز الإيمان وحتى صارت معصومة محفوظة من الدجال في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين يعني مكة والمدينة المسجد الحرام ومسجده عليه الصلاة والسلام قال وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها قال الإمام النوي رحمه الله أي مسجد مكة والمدينة حمى الله هذا البلد من دخول الدجال كما حمى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة ليس من نقابها نقب يعني في طريق من طرق جبالها المحيطة بها ليس من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق مرة أخرى سنقول كل هذه المعاني كل هذه الفضائل كل هذه العظمة لهذا البلد مكة المكرمة بلد الله الحرام إنما كان فرعا وكان منبثقا عن هذه البقعة المعظمة وهي الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل عليه السلام ورفع قواعدها بأمر الله جل جلاله ومن هنا كانت تعريج على هذا الحديث مطلبا قبل الدخول في هذا المسجد الحرام المحيط بهذه الكعبة المعظمة وبيان ما فيها من الآيات البينات فإنه حديث عظيم صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وفيه لطائف وفيه فضائل وفيه عظات ومعاني سامية يحسن بنا أن نقف عندها نتأملها قبل الشروع في حديثنا عن فضائل وأحكام هذا المسجد الحرام الذي عظم من أجل عظمة هذه الكعبة المعظمة في خبر بناء البيت وقيام الخليل إبراهيم عليه السلام بمساعدة ابنه إسماعيل عليه السلام يقول الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم في الروايات الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مبدأ أمر الحرم روايات عدة وفي قصة بناء الكعبة ثبتت العديد من الروايات ننتقي منها ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله عن سعيد بن جبير قال قال بن عباس رضي الله عنهما أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقة لتعفي أثرها على سارة المنطقة هو ما يشد به الوسط كالحزام الذي تشد به المرأة وسطها قال أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل يعني هاجر اتخذت منطقة لتعفي أثرها على سارة والمراد أنها في خروجها بصحبة الخليل إبراهيم عليه السلام كانت تمشي ولتعفي أي تمحو أثر الخطى اتخذت المنطقة الذي شدته على وسطها وله ذيل يسحب خلفها فيعفي الأثر أي يمحو أثر الخطى فلا يستطيع أحد تتبعه قال لتعفي أثرها على سارة قال ثم جاء بها إبراهيم عليه السلام وبابنها إسماعيل عليه السلام وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد هذا مبدأ القصة في القدوم إلى هذه البقعة المباركة إذ قدم نبي الله الخليل إبراهيم عليه السلام برفقة هاجر أم إسماعيل وإسماعيل عليه السلام في يدها طفل رضيع لا يزال غير فطيم فوضعها عند البيت ولم يكن يومئذ بناء البيت والمراد موضعه الذي بني فيه البيت فيما بعد وضعها عند دوحة فوق زمزم أيضا لم تكن عين زمزم أو ماء زمزم لم تكن بئر زمزم يومئذ قد نبعت لكن المراد موضعها قال في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعها هناك يعني وضع زوجه هاجر ووضع عندهما جرابا عند زوجه وطفله جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء كيس تمر وسقاء ماء ثم قفى إبراهيم عليه السلام منطلقا فتبعته أم إسماعيل قالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء فقالت له ذلك مرارا تعيد السؤال والسؤال منطقي مشروع كما يقال ترى نفسها وقد تركها زوجها بصحبة طفلها الرضيع في مكان خال ليس فيه أحد ولا بناء ولا إنس ولا شيء ولا ماء ويضع عندها في وسط هذه الصحراء كيسا من تمر وسقاء فيه قليل من الماء فجعلت تسأل أين تتركنا أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء فجعلت تقول ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها فقالت له آه الله أمرك بهذا فقال إبراهيم عليه السلام نعم قالت إذا لا يضيعنا هذا الموقف أيها الكرام عظيم والله غاية العظمة يقطر من دروس الإيمان وعبر التوكل الصادق على الله وتحقيق معاني العبودية لربنا الكبير المتعال ما لا يسعه هذا المجلس وأمثاله صدقا والله هذه المرأة ما الذي وقر في قلبها من الإيمان العظيم وهي تنظر إلى الأسباب المادية أمامها فلا ترى ما يعينها على فهم ما حولها انقطاع وخلوة وعزلة بل وموت محقق بالنظر إلى صحراء مغفرة ليس فيها شيء ويضع عندها سقاء فيه ماء وجراب فيه تمر لا أكثر ولما جعلت تكرر السؤال وهو لا يلتفت ولا يجيب عمدت وقفزت إلى الخطوة الأخيرة أهو وحي من الله هي تعلم أن زوجها نبي فإن كان وحيا فليس له إلا التسليم آه الله أمرك بهذا قال إبراهيم الخليل عليه السلام نعم فتركت كل ما يتعلق بالنظر إلى الأسباب المحسوسة وركنت إلى التصديق لأنه لا مكانها هنا في التصديق بالغيب إلا الركون إليه والتسليم قالت إذن لا يضيعون طالما ثبت عندها أن الأمر تدبير إلهي فالذي خلقها من عدم ورزقها الولد ودر له اللبن هو القادر سبحانه على أن يتولى الأمر فقالت بثقة المتوكل الواثق بربه المتيقن صدقا ما عنده من تدبير وتوكل صادق قالت إذن لا يضيعون ما أحوجنا والله أمة الإسلام إلى أن تستحيل معاني الإيمان التي في قلوبنا إلى مواقف عملية تثبت صدق اليقين في القلوب وعظمة التوكل على علام الغيوب قالت إذن لا يضيعون ثم رجعت فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى إذا كان عند الثنية يعني مرتفع يسير حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت يعني موضع الكعبة أيضا لأنه لم يكن قد بني البيت حينئذ استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون دعا بهذه الدعوات العظيمات وجعلت أم إسماعيل عليه السلام ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء انتهى المشهد وغاب إبراهيم الخليل عليه السلام وقد امتثل أمر الله بالوحي وتركهما في هذا الموضع قال فجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وهذا متوقع بل كان هو الذي من أجله سألت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنس ولا شيء نفد الماء فعطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط كما يصنع الصغير من شدة الجوع وهو يتلوى يصارع بطنه الجوع فجعل يتلوى أو قال يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه كما هي رأفة الأم ورقة قلبها التي لا تقوى على احتمال رؤية صغيرها الرضيع يكاد يموت جوعا وهو يلفظ أنفاسه بذلك التلوي فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر فهل ترى من أحد فلم ترى أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي يعني بين الصفا والمروة رفعت طرف درعها الثوب الذي تلبسه ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا فعلت ذلك سبع مرات قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما يعني هذه قصة السعي المشروع لنا في مناسكنا في الحج والعمرة أمة الإسلام هذا مبدأه سعي هاجر أم إسماعيل عليه السلام في قصة ترك إبراهيم عليه السلام لها وطفلها الرضيع في هذا المكان وهي انطلقت تبحث له عن الماء قال فلما أشرفت على المروة يعني في المرة السابعة سمعت صوتا فقالت صح تريد نفسها ثم تسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غيواث فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا جعلت تحوضه أي تجعل من التراب والرمل الذي حوله حوضا يجتمع فيه الماء خشية أن يتفرق في الأرض فتشربه الأرض ويبتل التراب ولا تستفيد من الماء وهي بحاجة القطرة منه قالت فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها الكيس والسقاء الذي قد نفد وانتهى ما فيه فجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا يعني عينا تجري في الأرض جارية قال فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله الله أكبر أما انتبهتم هي الكلمة ذاتها التي قالتها هذه المؤمنة بثقة المتوكل الصادق في اعتماده على ربه لما سألت إبراهيم عليه السلام آه الله أمرك بهذا قال نعم فماذا قالت ألم تقل إذن لا يضيعنا ها هو الملك يبعثه الله من فوق سبع سماوات يأتي إليها فيبحث بجناحه ليظهر ماء زمزم وترزق الكرامة ثم تسقي وتشرب ويشرب الولد ثم يقول لها عبارتها التي صدقت فيها مع الله فصدقها الله قال لا تخاف الضيعة والله كما قالت هي إذن لا يضيعنا قال لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله قال وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله فكانت كذلك يعني بقيت أم إسماعيل ومعها الماء وطفلها يستقيان من هذا الماء ويعيشان عليه حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء والرفقة يعني مجموعة أو قافلة صغيرة مسافرة عبرت بهم مرت بهم رفقة من جرهم وجرهم أهل قبيلة من اليمن مقبلين من طريق كداء وكداء بفتح الكاف موضع بأعلى مكة عند المحصب فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا طائرا يحوم حول شيء وعادة لا يحوم الطير إلا على موضع فيه ماء رأوا طيرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء ولا عهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء وأهل السفر يعرفون الطرقات والأودية والأماكن ويدلون مواضع الماء وما كانوا يعهدون أن بهذه المنطقة ماء ولهذا استغربوا قال فأرسلوا جريا أو جريين يعني رسولا أو رسولين يبحثان الخبر واستكشفان الأمر فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا أهل السفر آنذاك لصعوبة السفر وشدته ومشقته يبحثون عن الماء في طرقاتهم يشربون ويتزودون قال وأم إسماعيل عند الماء فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء قالوا نعم اشترطت فوافقوا قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنسة يعني نزولهم بها ومجاورتهم لها وافقا شيئا كان في طبيعتها من حب المجاورة والمؤانسة وهي تحب الأنس فاستقروا فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم من جرهم وشب الغلام يعني إسماعيل عليه السلام وتعلم العربية منهم إذ لم يكن إبراهيم الخليل عليه السلام عربيا لكن إسماعيل عليه السلام تعلم العربية من جرهم القبيلة اليمنية العربية وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم أنفسهم يعني من النفاسة يعني أصبح نفيسا بينهم وقد كثرت رغبتهم فيه وأعجبهم حين شب فلما أدرك يعني بلغ زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل هذا مشهد عظيم يطوي صفحة من الإيمان والصدق واليقين والتوكل وقل ما شئت من معاني الإيمان المبثوتة في عقيدتنا أمة الإسلام تمثلت في قصة هذه المؤمنة العظيمة الصابرة أم إسماعيل هاجر ماتت ولم تشهد بعينها الآية في بناء الكعبة ولم تشهد نبوة ابنها إسماعيل عليه السلام بعد حسبها أنها كانت مرحلة عظيمة بل وشاقة في قصة بناء الكعبة حفظها التاريخ وسجلها بشرف وخلود في أن تثبت في مناسك بيت الله الحرام لمن قصده حجا وعمره شيئا ما يتعلق بدورها وسعيها ومكانتها فرحمة الله عليها ماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم عليه السلام وبعدما تزوج إسماعيل عليه السلام يطالع تريكته يتفقد أهله فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا يعني يطلب الرزق والعيش ثم سأل عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة فشكت إليه قال إبراهيم عليه السلام فإذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه فلما جاء إسماعيل عليه السلام كأنه آنس شيئا لا تدري ما هو لكنه شعور وجداني وطيف بخاطره لعلها العاطفة والأبوة التي ما عرفها من أبيه لم يره بعد كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا وصفته فسألنا عنك فأخبرته وسألني عكيف عيشين عكيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة قال فهل أوصاك بشيء قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك فطلقها وتزوج منهم أخرى فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجدهم فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يبتغي لنا قال كيف أنتم وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت فقالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله قال ما طعامكم قالت اللحم قال فما شرابكم قالت الماء قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه يعني ما كان من طعام أهل مكة يا أنا آنذاك الحب ولو كان الحب طعاما لهم وسمته زوجة إسماعيل لدعا إبراهيم عليه السلام لهم بالبركة في الحب لكن قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء لأنه طعامهم آنذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما لا يخلو عليهم أحد إلا لم يوافقاه فهما أي اللحم والماء لا يخلو عليهم أحد أي لا يقتصر في قوته ورزقه وقوام عيشيته أحد من الناس على اللحم والماء فقط إلا لم يوافقاه يعني لا يجد في ذلك صحة بدنه ولا موافقة مزاجه وسيعتل ويفقد صحة البدن لكن مكة لا يحصل بها هذا التماسا لبركة دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام عندئذ قال إبراهيم لزوجة إسماعيل فإذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه فلما جاء إسماعيل عليه السلام قال هل أتاكم من أحد قالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير قال فأوصاك بشيء قالت نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك قال ذاك أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسككي ها هنا مشهد مقارن بين الزوجتين الأولى والثانية كانت الأولى لم يؤثر في كلامها ثناء على الله وحمد ولا صبر على ضيق العيش والنظر من الزاوية الضيقة إلى الحال البائسة التي لا يخل منها حياة أحد وكانت الأخرى على عكسها تماما في جانب حسن الظن بالله والثناء على الله والشكر له بعقلة العيش ومحدوديته لكن النظر كان من زاوية النعمة والثناء بها على الله والاعتراف بها ولهذا كان إبراهيم عليه السلام موصي له في الأولى بفراقها وفي الثانية بإمساكها قال ثم لبث عنهم ما شاء الله يعني غاب إبراهيم عليه السلام عنهم ما شاء الله إذن هو قدم مرتين في كل مرة قابل إحدى الزوجتين ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم بري النبل هو ما يضعن في السهام ليرمى بها من القوس وهو رأس السهم وبره يعني هو تحديده بآلة كالسكين ونحوها ليكون رأس السهم محددا قاتلا إذا رمي به في الإصابة قال جاء وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم فلما رأاه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد يعني من الاحتضان والمعانقة الشديدة واللقاء بعد فراق لم يدم سنين بل لم يره إسماعيل عليه السلام منذ أن كان رضيعا في حجر أمه هاجر عندما وضعهما عند زمزم أو عند الكعبة قال فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر قال فاصنع ما أمرك ربك قال وتعينني قال أعينك قال إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها أشار إلى موضع الكعبة الموجودة اليوم وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل إسماعيل عليه السلام يأتي بالحجارة وإبراهيم عليه السلام يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له أي حجر هو المقام مقام إبراهيم فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولاني ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قال فجعل يبنياني حتى يدور حول البيت وهما يقولاني ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فكان هذا البيت بعد بنائه أول بيت بني في الأرض للعبادة هذه رواية الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب الأنبياء والرواية على طولها فيها هذا الحدث العظيم الذي شهدت به هذه البلدة المعظمة بداية الحياة البشرية عليها وبداية البركة ببناء بيت الله عز وجل بأمر الخليل وابنه إسماعيل عليهما السلام ببنائه فكان أول بيت كما قال الله إن أول بيت وضع للناس يعني للعبادة للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين روى البخاري أيضاً عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم كان بينهما قال أربعون سنة ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه هذه نشأة هذه البقعة المباركة أصل البركة ومنبع الفضل والخير والعظمة لهذه البلدة الحرام مكة المكرمة البلد الأميل الذي جعل الله تعالى في رحاب هذه البقعة المباركة من المعالم ما أسماه بالآيات البينات قال عز وجل فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا مقام إبراهيم كما سيأتي مع سائر الآيات البينات هي مما جعلها الله تعالى من دلائل العظمة في هذه البقعة المباركة في رحاب بيت الله الحرام أردنا بهذا المدخل أيها الكرام أن نكون على دراية بما سيأتينا في المسجلس الغد إن شاء الله تعالى بالحديث عن هذه الآيات وما احتوته من جوانب العظمة وما تعلق بها من الفضل وما اتصل بها من الأحكام غير أن نختم لقاء الليلة بالمسألة التي لا ينفك أحد بالسؤال عنها كلما قدم مكة وأتاها حاجا ومعتمرا هي أشهر المسائل المتعلقة ببركة مكة وفضائلها وعظمتها ألا وهي مسألة مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فإن السؤال هل هذا متعلق بالمسجد الحرام المحيط بالكعبة الذي نتحدث عنه في هذا اللقاء أو هو حدود حرم مكة كله لأنه مسجد حرام كما سيأتي هذه المسألة ذات خلاف أثري مشهور بين الفقهاء في الإسلام وأصل ذلك ما ثبت في الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه الحديث أخرجه الإمام أحمد وفي إسناده مقال وحديثنا الثاني هو ما رواه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في هذا يعني في مسجده وإذا كان مسجده بألف فالمضاعفة عليه بمئة تكون بمئة ألف فيما سواه الحديث أخرجه أحمد والبيهقي وورد موقوفا على عبد الله بن الزبير وهو أصح من المرفوع كما ثبت موقوفا على عمر رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة مجموع هذه الروايات لتلك الأحاديث ترتقي إلى درجة الحسن وتعضدها الآثار الثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم جميعا هذا الأجر العظيم أمة الإسلام الذي لا يثبت له مثيل في أجور العبادات في ميزان الشريعة ولم يثبت أيضا لا لغيرها من العبادات ولا لغيرها من البقاع إذن هي الصلاة وفي المسجد الحرام فلم تثبت الفضيلة هذه ولا مثلها لعبادة أخرى ولم تثبت هذه الفضيلة للصلاة في بقعة أخرى غير هذه البقعة المعظمة في مكة المكرمة فهل المقصود بمضاعفة الصلاة هو المسجد المحيط بالكعبة الذي يأتيه الناس فيطوفون ويصلون في أروقته المحاطة بجدرانه وبواباته وما اتصل بها من ساحاته أم يشمل ذلك مساجد الأحياء بمكة التي يكون بها نزول الحجيج والمعتمرين وسكناهم إذا قدموا مكة في مواسم الحج والعمرة هذا سؤال يكثر طرحه دوما حرصا من قادمين إلى بيت الله الحرام من إخوتنا الحجاج والمعتمرين إذا قدموا مكة فكان سكناهم في أحياء على درجات متباعدة في القرب من المسجد الحرام فيحزنهم أن يفوتهم من الصلوات شيء لا يحظون فيه بمضاعفة الصلاة بمائة ألف فتكون الأسئلة المتكررة خصوصا إذا امتلأ المسجد الحرام وانسدت أبوابه وأغلقت الطرق الموصلة إليه من شدة الزحام فيكون السؤال أنجد الأجر ذاته بمائة ألف صلاة في سائر المساجد الواقعة داخل حدود حرم مكة أم هذا فضل خاص بالمسجد الحرام المحيط بالكعبة ها هنا أقوال متعددة يا كرام والخلاف فيها خلاف ليس بالحديث بل هو خلاف قديم بين فقهاء الإسلام ومرد ذلك إلى الخلاف في المراد بالمسجد الحرام الذي استفتحنا به لقاء الليلة وقد قال ابن القيم والمراد به في كتاب الله في خمسة عشر موضع ثلاثة أشياء البيت نفسه والمسجد المحيط به وحرم مكة زاد النووي رابعا مكة كلها فتشمل حرمها وحلها المتصل بها أما مضاعفة الصلاة فالعلماء فيها على قولين الأول إن المضاعفة تعم صلاة الفريضة والنفل في المسجد الحرام المحيط بالكعبة دون غيره في المسجد الحرام المحيط بالكعبة والمراد به مسجد الكعبة واستدلوا بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام والمقصود أن الاستقبال هنا للكعبة وليس لمكة عموما وقوله صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا الكعبة في رواية أخرجها الإمام أحمد وابن أبي شيبة فقالوا هذا تحديد للمراد بالمسجد الحرام بأنه الكعبة وأجيب عن هذا بأن المقصود مسجد الكعبة لما قال أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا الكعبة إلا المساجد لأن المستثنى من جنس المستثنى منه والصلاة فيه دلالة على فضله وقد دل على ذلك رواية ميمونة رضي الله عنها للحديث قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة فذكر المضاف المحذوف في رواية حديث السابق والحديث هذا حديث ميمونة أخرجه الإمام مسلم فقالوا المراد به مسجد الكعبة تحديدا وقد سمعت إلى الأدلة وأن المراد بقولي تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام يعني الكعبة وأجيب عنه بأن المراد الكعبة لمن قاربها وعاينها ومكة والمسجد الحرام كله لمن بعد عنه واختار هذا القول بعض المتأخرين من الشافعية وهو مذهب لعدد من الفقهاء وبعض المعاصرين القول الثاني إن المضاعفة للصلاة في المسجد الحرام تعم المسجد المحيط بالكعبة والمسجد الحرام المحيط بأنحاء الحرم من جميع الجهات من حدود الحرم وهذا دلالة على أن هذا المسجد المحيط بالكعبة هو جزء من حد الحرم والمضاعفة فيه تشمله وتشمل ما وراءه وهذا القول الذي ثبت بهذه الأدلة أن مسجد الكعبة وحده لا يختص به وما استدل به أصحاب القول الأول في تخصيص المسجد الحرام بالكعبة فإنه قد دلت الأدلة الأخر على أن الكعبة تسمى المسجد الحرام وأن حد الحرم في مكة كله أيضا يسمى بالمسجد الحرام في مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا والمقصود به حد مكة في الحرم كله وقوله سبحانه وتعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام والمراد به مكة في حدود الحرم وليس المسجد المحيط بالكعبة تحديدا فإنه لا أحد يكون سكناه بأهله واستقراره بالمسجد الحرام يعني المسجد المحيط بالكعبة وفي الحديث أيضا فيما يتعلق بقصة الإسراء فإن الله قد قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وفي الحديث الذي أخرج البخاري بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر في قصة الإسراء من حديث أنس رضي الله عنه وهذه مسألة خلافية في موضع إسرائه صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء ومفهوم ذلك أن هذا الموضع لم يكن مختصا بمسجد الكعبة بل هو عام بها وبغيرها فدل هذا الدليل أيضا على أن المراد بالمسجد الحرام هو حرم مكة كلها ولذلك اجتمع الآن ها هنا دليلان أحدهما قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وثانيهما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وثالث الأدلة إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد من ظلم نذقه من عذاب أليم والمقصود بالمسجد الحرام هنا الحرم كله هذه أدلة يعضدها دليل رابع وهو أن نبينا صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كما أخرج الإمام أحمد في مسنده كان يصلي في الحرم مع أن إقامته في الحديبية وذكر الشافعي أن الحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم وهذا من أوجه الأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصد حد الحرم فيصلي ابتغاء ثواب المضاعفة فيه وليس المراد بها هنا إلا فضيلة الحرم وهو المسجد الحرام الذي دلت عليه النصوص الأخرى فذلك وغيره مما استدل به من ذهب إلى أن حد مكة الحرم كله يدخل فيه مضاعفة الصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله الحرم كله هو المسجد الحرام أخرجه الفاكهي وفيه مقال وهذا أيضا مقولة الإمام التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح المكي إمام أهل مكة في زمانه وفقيه المناسك سأله الربيع بن صبيح يا أبا محمد هذا الفضل الذي يذكر في المسجد الحرام وحده أو في الحرم كله فقال عطاء بل في الحرم كله فإن الحرم كله مسجد ومما نصر هذا القول الإمام بن القيم رحمه الله وله فيه بحث نفيس في زاد المعاد في جزئه الثالث وهو رأي جمهور العلماء والفقهاء وهو الذي يسع إخوتنا من الحجاج والمعتمرين وهم بالألوف المؤلفة يتجاوزون المليون والمليونين في مواسم الحج ويعجز كلهم أن يقصد المسجد الحرام المحيط بالكعبة ليشهد فضل الصلاة فيه فهذا أقربوا وأوسعوا لهم وأرأفوا بهم ورحمة الله عز وجل واسعة ومع هذا فلا شك أن الصلاة في المسجد المحيط بالكعبة أفضل من وجوه أخر كثرة الجماعة والقرب من الكعبة وكونه مكانا فيه آيات بينات ويشهدون فيه عبادات أخر كالطواف والصلاة على الجنازة فضلا عما في معاني طمأنينة النفس وانشراح الصدر والاستمتاع برؤية البيت والطواف به فهذا كله مما يجعل للصلاة في المسجد المحيط بالكعبة مزية مع عموم فضل الله في حصول المضاعفة بمائة ألف صلاة في مساجد مكة وأحياء الواقعة داخل حد الحرم كله فضلا من الله تعالى هكذا ينتهي مجلسنا الليلة لنفرد مجلس الغد بعون الله تعالى في الفضائل المتعلقة بالبقاع والمعالم والآيات في رحاب المسجد الحرام الحجر الأسود والركن اليماني والملتزم والحطيم والمقام والزمزم والصفى والمروة نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نسألك يا رب من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وارزقنا بركة القدوم إلى بيتك الحرام والصلاة فيه وقصده حجا وعمرة وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلي يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين